تأثير عقار هيدروكسي كلوروكين على مرضى فيروس كورونا صفر وفق آخر دراسة أمريكية والتي جاءت بنتيجة مهمة هي أن المرضى الذين حصلوا على الدواء لم يكن حالهم أفضل أو أسوأ من المرضى الذين لم يحصلوا عليه بحسب ما قال نيل شلوغر أستاذ علم الأوبئة بجامعة كولومبيا الباحثون في الجامعة أعدوا الدراسة التي أشارت نتائجها إلى أنه لا يوجد أي دليل على أن عقار هيدروكسي كلوروكين يساعد المرضى في الهروب من الحاجة إلى جهاز تنفس صناعي أو البقاء على قيد الحياة الدراسة أجريت بمستشفى إيرفينغ بجامعة كولومبيا على 1376 مريضا على مدى شهر حصل 811 مريضا منهم على عقار هيدروكسي كلوروكين بينما لم يتم إعطاء أي جرعات لباقي المرضى في نهاية الدراسة احتاج 180 مريضا لأجهزة تنفس بينما توفي 166 مريضا لكن الأهم أن المقارنة بين المجموعة التي حصلت على الدواء والتي لم تحصل عليه لم تظهر أي اختلاف ولم يوفر العقار حماية لمن حصل عليه من تطور الأعراض إلى فشل التنفس أو الوفاء مقارنة بالمجموعة الأخرى الدراسة بذلك تتوافق مع تصريحات أنتوني فاوتي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عندما سئل عن مدى فعالية العقار هيدروكسي كلوروكين سبق وأثار الجدل بين خبراء الأوبئة والرئيس ترامب الذي تحمس لاستخدامه وقبل أيام قدم ريك برايت المدير السابق لهيئة البحث والتطوير الطبي شكوى لعزله من منصبه بعد إعرابه عن مخاوفه من رغبة ترامب بإغراق بؤر تفشي الفيروس بالعقار بلا أدلة علمية تبين من سلسلة دراسات وراثية لألاف العينات المأخوذة من مصابين بفيروس كورونا تبين أنه يشهد تحولات ويتطور مع تكيفه مع الجسم البشر